السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمها مرحبا بكم في مقرر المهارات الرقمية للصفة الثانية متوسط الفصل الدراسي الثاني مع موضوعنا اللي هو الدرس الثاني الحلقات المتداخلة واحد نستد لوب ماذا تعلمنا في الدرس الماضي؟ تعلمنا في الدرس الماضي الدرس الأول الحلقات تعلمنا حلقة لا نهائية ثم عبارة الإيقاف ثم لنطبق معا بعض التدريبات أولا هذا المثال جرب المقطع البرمجي التالي واكتب ما يظهر على الشاشة أولا أسندنا إلى الآي الرقم واحد ثم ويل آي أكبر من الستة ثم الآي تساوي أو يتم إسناد إلى الآي الآي زائدا واحد ثم نأتي إلى الشرط F آي تساوي الثلاثة إذا كانت تساوي الثلاثة سيتم تطبيق برينت مرحبا ثم خارج الشرط برينت آي في التطبيق بعد كتابة المقطع البرمجي نقوم بالتشغيل عن طريق رن سيظهر لنا النتيجة اثنين ثم مرحبا ثم ثلاثة أربعة خمسة ستة عندنا هنا أولا بعد عندنا حلقة ويل نبدأ في الرقم واحد هل الواحد أك أصغر من الستة؟ نعم يتم تطبيق الآي يسند لها آي زائدا واحد يصير اثنين عندنا الشرط F آي تساوي الثلاثة لا يتحقق الشرط ثم تطباعة الرقم اثنين ثم نعيد الحلقة مرة أخرى لتكون عندنا الآي زائدا واحد يكون عندنا ثلاثة هنا F آي تساوي الثلاثة تحقق الشرط ثم تم طباعة مرحبا ثم طباعة الرقم في آي ثلاثة وهكذا حتى نصل إلى العدد ستة حلقة لا نهائية إذا لم يصبح شرط حلقة ويل خطأ فسينتهي بك الأمر بحلقة لا نهائية وهي حلقة لا تنتهي أبدا عندما تستخدم حلقة ويل الشرطية يجب أن تتضمن أمرا أو مجموعة من الأوامر التي ستغير الحالة من الصواب true إلى الخطأ false عندنا في هذا المثال جرب المقطع البرمجي التالي ماذا تلاحظ؟ عندنا الآي تم إسناد الرقم واحد إلى الآي ثم ويل هي عندنا الشرط هنا آي أصغر من الستة ثم إذا تحقق هذا الشرط يتم طباعة الآي نقوم بالتطبيق على المقطع البرمجي بعد كتابة المقطع البرمجي نقوم بالتشغيل يكون عندنا طباعة الرقم واحد بشكل مستمر لا نهائي لأن عندنا الرقم تحقق الشرط اللي هو الآي أصغر من الستة وهي الرقم الآي تساوي الواحد فعندنا الإجابة بتكون الرقم واحد لا يتوقف البرنامج يستمر في طباعة الرقم واحد في المثال قيمة المتغير آي لا تتغير لذلك سيتم تكرار البرنامج إلى الأبد لإيقاف تكرار الحلقة اضغط على كترل زائد سي في النافذة عبارة الإيقاف break statement بعض الأحيان تريد إنهاء حلقة قبل أن تصبح حالتها خطأ في مثل هذه الحالات ستستخدم عبارة الإيقاف تنهي عبارة الحلقة التي تحتوي عليها وينتقل البرنامج إلى السطر المتواجد بعد الحلقة يمكن استخدام عبارة الإيقاف في حلقة for أيضا عادة ما يكون هناك العديد من الطرق المختلفة لأداء نفس المهمة تفضل أحدى الطرق على الأخرى بناء على عدة عوامل أهمها سرعة تشغيل البرنامج ومساحة التخزين المطلوبة المبرمج يحدد أفضل طريقة عندنا في هذا المثال while true word input اللي هو أدخل ثم أكتب الكلمة if word تساوي إيقاف ثم نقطتين عندنا إذا تم أو تحقق هذا الشرط print يعني إطبع لقد استخدمت عبارة الإيقاف ثم break break هنا سيتم إيقاف هذه الحلقة ثم خارج الشرطة الـ print اطبع أكتب كلمة مختلفة عندنا في النتيجة أكتب كلمة تم كتابة سيارة ثم أكتب كلمة مختلفة ثم كتبت كلمة طائرة حتى وصلنا إلى كتابة كلمة إيقاف ثم تم طباعة لقد استخدمت عبارة الإيقاف عندنا هنا إن السلاسل النصية في بايثون حساسة لحالة الأحرف لذلك عند التحقق من قيمة متغير عليك أيضا التحقق مما إذا كانت هناك مسافات زائدة لأن المسافة تعتبر حرفاً في بايثون أيضاً عندنا في التطبيق بعد كتابة المقطع البرمجي تم التشغيل عن طريق run أكتب الكلمة تم كتابة سيارة أكتب كلمة مختلفة وثم كتبنا طائرة ثم قمنا بكتابة دراجة ثم كتابة دراجة هوائية ثم قمنا بكتابة إيقاف هنا تم عمل break والخروج من الحلقة ثم يتم طباعة لقد استخدمت عبارة الإيقاف لنطبق معاً التدريب واحد كم مرة سينفذ أمر الطباعة print اختر إجابة الصحيحة أول عبارة عندنا هي 4i in range ثم قوسين 0.5.3 ثم يتم تنفيذ print i هل هي لن ينفذ لأن تنسيق الأمر غير صحيح ينفذ مرتين أو ينفذ ثلاث مرات أحسنتهم الإجابة ينفذ مرتين ثم عندنا الثاني 4i in range من 10.1.2 print i هل ينفذ خمس مرات ينفذ عدد أو عدد المرات غير معروف أو ينفذ أربع مرات أحسنتم ينفذ خمس مرات ثم عندنا هذه العبارة i تساوي خمسة while i أكبر من الواحد ثم print i ثم يتم إسناد إلى i i ناقصا واحد هل هي تنفذ خمس مرات؟ عدد المرات غير معروف ينفذ أربع مرات أحسنتم ينفذ أربع مرات ثم التدريب الثلاثة أكتب برنامجا يعرض الأرقام 19590 ثم يتوصل إلى صفر على الشاشة عندنا هنا نقوم بكتابة for i range 100 فاصلة سالب 5 فاصلة سالب 5 ثم print i عندكتابة المقطع البرمجي على البرنامج ثم نقوم بالتشغيل عن طريق run سيتم طباعة الرقم من 100 ثم 95 ثم 90 بفارق خمسة حتى نصل إلى الصفر الدرس الثاني الحلقات المتداخلة سنتعلم في هذا الدرس الحلقات المتداخلة أولا نبدأ مع لنتذكر عندنا الشروط شرط f المتداخل لنرى الشرط الأول عندنا عليه إطار باللون الأحمر وبداخله الشرط الثاني عليه إطار باللون الأزرق والشرط الثالث بالإطار اللون الأخضر نلاحظ عندنا هنا فيه مسافة بادئة بين الشرط الأول والشرط الداخلي يكون عندنا فيه مسافة بادئة عندنا هنا فيه المثال أو المقطع البرمجي عندنا FG أكبر من العشرة هذا الشرط ثم لدينا الشرط الداخلي وهو FG أصغر من أو تساوي 15 نلاحظ لدينا مسافة بادئة بين الشرط والشرط الداخلي هذه هي المسافة ولدينا الأوامر التي داخل الشرط F تكون عندنا لديها مسافة بادئة لنعرف أنها تابعة لهذا الشرط السؤال هنا هل يمكننا وضع حلقة داخل حلقة كما في الشرط المتداخلة؟ هذا ما سنتعلمه في هذا الدرس الدرس الثاني الحلقات المتداخلة نستد لوبز لقد تعرفت على الحلقات في الدرس السابق وتعلمت كيفية استخدام أنواعها المختلفة في هذا الدرس ستتعلم كيفية وضع حلقة داخل حلقة أخرى ويسمى هذا الإجراء بالتداخل كما تسمى هذه الحلقات بالحلقات المتداخلة حيث يمكنك إدخال أي نوع من الحلقات في أي نوع آخر وعلى سبيل المثال يمكنك إدخال حلقة فور في حلقة واين أو العكس وتعد حلقة فور هي الحلقات المتداخلة الأكثر شيوعا عندنا في هذا المثال فور آي ان رينج ثلاثة ثم لدينا الشرط هذا هو الشرط والحلقة عندنا هي الحلقة الخارجية لدينا الحلقة الداخلية وهي فور جي ان رينج اثنين نلاحظ عندنا هنا في مسافة بادئة بين الحلقة الخارجية والحلقة الداخلية ولدينا مسافة بادئة في الأوامر والتعليمات التي داخل الحلقة فور الداخلية الحلقة المتداخلة تعني جملة حلقة داخل جملة حلقة أخرى خطوات التنفيذ عندنا فور آي ان رينج ثلاثة ثم فور جي ان رينج اثنين برينت آي تساوي ثم آي برينت ثم عندنا الجي تساوي ثم جي أولاً آي يحصل على القيمة صفر ستكرر الحلقة الداخلية فور جي تساوي صفر وجي تساوي الواحد نلاحظ عندنا هنا صفر الآي هي الحلقة الخارجية ثم الحلقة الداخلية سيتم عندنا بيكون عندنا الصفر والواحد عندنا هنا في الطباعة بيكتبنا آي تساوي صفر وجي تساوي الصفر ثم آي تساوي الصفر وجي تساوي الواحد ثم ننتقل خارج الحلقة الداخلية ننتقل إلى الحلقة الخارجية ويتغير عندنا الرقم آي إلى الرقم واحد ثم يكون عندنا في الحلقة الداخلية الصفر والواحد ويتم طباعة آي تساوي واحد وجي تساوي صفر ثم طباعة آي تساوي واحد والجي تساوي الواحد ثم ننتقل إلى الحلقة الخارجية مرة أخرى في الرقم اثنين ويتغير معنى الرقم آي إلى اثنين ثم ننتقل إلى الحلقة الداخلية بيكون عندنا آي تساوي اثنين والجي تساوي صفر ثم آي تساوي اثنين والجي تساوي واحد في النهاية تكرار الحلقة الخارجية تكررت ثلاث مرات والحلقة الداخلية ست مرات عندنا فيها التنفيذ المقطع البرمجي عند التشغيل بعد كتابة المقطع نقوم بالتشغيل run سيظهر لنا النتيجة عندنا الآي تساوي الصفر ثم الجي تساوي الصفر وهكذا نفس الإجابة مثال آخر للحلقات المتداخلة عندنا تم إسناد الرقم أربعة إلى اي ثم ويل اي أصغر من أو تساوي اثنين عشر ثم بداخلها حلقة داخلية هي فور اي ان رينج ثلاثة ثم برينت اي تساوي اي و اي تساوي اي ثم خارج حلقة الفور اي تساوي اي زائدا ثلاثة لو نلاحظ عندنا هنا في النتيجة بيكون عندنا الاي عبارة عن أربعة ويتم تكرارها ثلاث مرات والآي عندنا في الحلقة الاي تساوي الصفر ثم الواحد ثم اثنين ثم ننتقل إلى خارج الحلقة الداخلية يكون عندنا الاي زائدا ثلاثة بيكون عندنا الرقم اي تساوي سبعة ثم يتم تكرار الحلقة الداخلية ثلاث مرات اللي هي الصفر واثنين وواحد ثم نخرج إلى اي زائدا ثلاثة يصبح عندنا الاي هو عشرة وتكون عندنا الحلقة الداخلية بتكون الصفر واحد اثنين ثم ننتقل إلى زائدا ثلاثة بتكون عندنا ثلاثة عشة الاي هي ثلاثة عش هي اكبر من اثنعش لن يتحقق الشرط فيكون عندنا خروج من دائرة واي وضع مسافة بادئة في الحلقات المتداخلة مهم جدا حيث تحدد المسافة البادئة الاوامر التي يتم تضمينها في كل حلقة عندنا في التطبيق على المخطط الانسيابي نبدأ أولا مع البداية ثم اي تساوي اربعة عندنا الشرط هنا هل الاي اصغر من او تساوي اثنعش صواب سننتقل الاي تساوي الصفر ثم عندنا هنا الشرط اي هل هي اصغر من الثلاثة ثم يتم طباعة الاي تساوي اربعة والاي تساوي الصفر ثم نقوم بزيادة الاي واحد ثم ننتقل إلى الشرط الاي اصغر من الثلاثة فعندنا هنا الاي اصبحت واحد فالإتم طباعة اي تساوي اربعة والاي تساوي الواحد ثم ننتقل إلى زيادة الاي واحد ويصبح عندنا الاي اصغر من الثلاثة اللي هي اثنين ثم طباعة اي تساوي اربعة والاي تساوي اثنين ثم ننتقل إلى الشرط اللي هو هنا زدنا واحد فاصبحت الاي تساوي ثلاثة ثلاثة لا يتحقق الشرط اللي هو اي اصغر من الثلاثة ثم نقوم بزيادة الاي ثلاثة تصبح الرقم الاي سبعة هنا السبعة عندنا هل هي اصغر من او تساوي اثنع عشر صواب فيتم طباعة الاي تساوي سبعة والاي تساوي الواحد ثم ننتقل إلى زيادة الاي هل الاي اثنين اصغر من الثلاثة نعم يتم طباعة اي سبعة والاي تساوي الثنين ثم زيادة الاي اصبح الاي لا يتحقق الشرط اي اصغر من ثلاثة خطأ ثم زيادة الاي ثلاثة ثم ننتقل إلى الشرط الاولي هل الاي اللي هي الآن اصبحت عشرة اصغر من او تساوي اثنع عشر نعم فانتقلنا هنا الاي تساوي الصفر هل الاي اصغر من الثلاثة ثم طباعة A تساوي 10 والI تساوي الصفر ثم ننتقل مرة أخرى وزننا الI 1 أصبح الI 1 هل الواحد أصغر من الثلاثة؟ نعم يتم طباعة A تساوي 10 والI تساوي 1 ثم زيادة الI يصبح 2 هل الاثنين أصغر من الثلاثة؟ نعم يتم طباعة A تساوي 10 والI تساوي 2 ثم زيادة الI 1 يصبح عندنا 3 لا يتحقق الشرط ننتقل إلى A نزيدها 3 يصبح 13 ثم ننتقل إلى الشرط الخارجي أو الدائرة الخارجية هل ال13 أصغر من أو تساوي 12؟ لا يتحقق الشرط ثم خروج من الدائرة للتطبيق بعد تشغيل المقطع البرمجي وكتابة المقطع البرمجي يتم طباعة نفس النتيجة وضع المسافة البادئة مهم للغاية هو يغير البرنامج بأكمله في بايثون يمكنك أن ترى أنه إذا غيرت المسافة في المثال السابق فإن النتيجة ستكون مختلفة عندنا هنا كان الA تساوي A زائد ثلاثة تابعة لحلقة ويل أما هنا أصبحت أو تم تغيرها إلى حلقة تابعة إلى حلقة فور هنا نرى عندنا اختلاف النتائج بسبب المسافة البادئة عندنا هنا في التطبيق عندنا الA تساوي أربعة في التطبيق الثاني عندنا الشرط هل الA أصغر من أو تساوي أثنع عشر صواب ثم الI تساوي الصفر الI تساوي أو أصغر من الثلاثة تم تحقق الشرط ثم طباعة A تساوي أربعة والI تساوي الصفر ثم عندنا هنا الجمع الI أضفنا لها واحد وأصبحت الI واحد وعندنا الA أضفنا إلى ثلاثة وأصبحت الA سبعة ثم ننتقل إلى الشرط هل الI أصغر من الثلاثة؟ نعم ثم نقوم بطباعة A تساوي سبعة والI تساوي واحد ثم نقوم بإضافة إلى الI واحد وإضافة إلى الA ثلاثة لتصبح الA عشرة والI تصبح اثنين ثم نقوم بالتحقق الشرط الذي هو الI هل الI أصغر من الثلاثة؟ ثم طباعة A تساوي عشرة والI تساوي اثنين ثم نضيف إلى الI واحد ونضيف إلى الA ثلاثة لتصبح الA ثلاثة والI تصبح ثلاثة لم يتحقق الشرط الآية تساوي أصغر من الثلاثة ثم ننتقل إلى التكرار الخارجي هل الA التي هي الثلاثة عشرة أصغر من أو تساوي اثنين لم يتحقق الشرط ثم الخروج من الدائرة أو الخروج من التكرار الخارجي في التطبيق بعد كتابة المقطع البرمجي نقوم بالتشغيل Run يظهر لنا هذه النتيجة في السابق نرى الآن وضعنا مسافة بادئة ليكون عندنا A يساوي A زائد ثلاثة تابعة لحلقة فورط الحلقة الداخلية أصبحت النتيجة تختلف ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ تعلمنا في هذا الدرس الحلقات المتداخلة إلى هنا نصل إلى درسنا هذا وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين